النهاردة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية قال إن حاجزي الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة اللي تم غلق باب بحجزها مبارح عليهم استكمال سداد 10% وده خلال الفترة من النهاردة والحد 26 سبتمبر اللي جاي من ناحية تانية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان طبعا والمرافق قال إنه تم بدء إسناد الأعمال لست شركات مؤولات مصرية كبرى علشان تنفذ منطقة بطابع الإسكندرية الأديمة على طراز المدن الكلاسيكية تحت مسمى الحي اللاتيني في مدينة العالمين الجديدة وبنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي الأديم وهتكون بمساحة حوالي 450 فدان وبتضم حوالي 12 ألف وحدة سكنية بجانب الخدمات المختلفة وعودة مرة تانية مشاهدة